مرحبا برج الحمل اهلا بكم في القراءة العاطفية القراءة رح تصلى حق الطالع والشمسي وايضا القمري مثل ما وعدكم هاي القراءة رح تكون مفصلة عندنا مجموعة المنفصلين والعزب وايضا المرتبطين مع عدل علاقات الثلاثية لان احس ان تحتاج قراءة لحالها ان شاء الله يسعن الوقت واسويها بعدين خلال الشهر اول شي كل مجموعة رح تحصل ثلاث اسئلة وثلاث اجوبة يبتلي بمجموعة المنفصلين اول سؤال ما هي مشاعر الشريك تجاهك الان اربع الاكواب احتمال انك تتعامل مع برج الشريك من برج مائي عقرب حود سرطان شريكك كأنما ما بقولك فقد الامل ولكن فقد الامل فيك انت قاعد يحاول يوجد طريقة ثانية للتواصل معك احس ان اخذلي كوايد تعب كوايد عندي احساس بالندم عندي احساس بان انا قاعد اغلط يا برج الحمل بس ما عندي قدرة على السيطرة على افعالي فحيني شوفي حاول يتواصل مع احد من معارفك من الاهل من الاشخاص المشتركين اللي بينكم عشان يقنع ان يفاتحك بموضوع الرجعة يعني يحسك ان انت رافض الغصن الاول في شيء في طاقة هني تقول لي ان راح حل الاخير راح يكون استخدام وسيلة ضغط او كأنما ما بقولك وسيلة ضغط الا اذا كان شريكك ما عنده مشكلة يتعامل بالاسلوب الجاف ولكن يحس ان اذا تقطعت به السبل راح يتعمد ان مثلا اما يلوي ذراعك اما يضغط عليك عن طريق يستخدم شيء يستخدم ضدك مثلا الاشخاص المعارف اللي شفناهم هني الابناء اذا بينكم ابناء اسرار يعرفها عنك لكن اشوفك انت هنا يا برج هو يحس ان انت المتحكم وانت عنيد الامبراطور هذكرتك انت يا برج الحمل مشاعره الحين تجاهك يتخللها ترى يحس ان اهوه مو قد مقامك حس ان انت اللي مثالي انت اللي كنت صح انت اللي كنت على حق ولكن اهوه ما عطاك حقك اهوه اللي غلط اهوه اللي قصر كأنا محين قاعد يحاول تشوف طريقة يعوضك فيها ولكن شلون اتعوض الامبراطور الامبراطور يملك كل شيء التعويض بالنسبة له جدا صعب زين فنختصر هاي السؤال ونقول مشاعره تجاهك قاعد يطغي عليها شعور الاحساس بالندم وقلة الحيلة قاعد يقول اذا ما قدرت عن طريق اسلوب الماء النطيف رح احاول حتى اني استخدم اسلوب الضغط او التلاعب بالمشاعر السؤال اللي بعده هالشريك راضي وسعيد بالانفصال عندنا ثمان الخماسيات شريكك بحث عن بدائل مو بديل ولا بديل حاول كذا مرة انه يوجد بديل لك ولكن صعب انك تستبدل الامبراطور الامبراطور هو ملك الملوك اشلال رح تنزل من مستوى جدا عالي عند اشوفك يبرج الحمل معاييرك جدا عالية فطريقة تصرفك طريقة انك دائما تتصرف صح مع الشريك ما يبدر منك اي شيء غلط ما تقصر معه فما يقدر يستبدلك كل شخص بالنسبة لك قارن فيك وحاول حتى انه يواصل معه كان بمثابة انه خطة بديلة و لكن ما يقدر يعوض مكانك فللأسف انه الحين اكتشف هاي الطريقة لانه احس انه هنا في الغصن الاول انت كشفت لك الحقيقة انكشفت لك حقيقة احتمال انه شخص يخون او شخص موجاد معاك مو صادق معاك ما قاعد يحط لك الاولوية فهو هني ام مو راضي بالانفصال و لكن كأنه قاعد يقول انا مستغرب اشلون برج الحمل صبر عليه كل هالوقت وتحمل مني كل هذي الاشياء اشلون ما تحرك عندنا هني الرجل المعلق اشلون ما تحرك قبل انا لو كنت مكانة كان سحبت عليه او كان سحبت وانسحبت من علاقة اسرع وقت ممكن كأنه ما هني اهو مستغرب اشلون انت صبرت عليه اشلون انت حملت لان اجرب غيرك وغيرك ما قدر يتحمله غيرك ما قدر يستمر معه هذي طاقتك انت ايضا احتمال انك تتعامل مع برج الاسد وبرج القوس في حياتك عندك ملك النار احس انه هو اللي اصبح الحين ضعيف ومحتاج لك وعرف قيمة نفسه وانت اللي حين اصبحت مستقل وقوي وتجذب الانتباه تجذب تجذب النظر كل الناس ينظروا لك وكل الناس ايضا يشوفونك انه انت اللي صح بعقب هالي انفصال انكشفت ترى الحقيقة للناس انه انت اللي صح فهو مو سعيد ولا راضي لكن اشوفه مستحي وقعد يفكر شلون راح يعرض عليك او يفتح معاك الموضوع مرة ثانية اخر سؤال ما هي خطوة القادمة معاك خمسة سيوف طاقة اذا كان في بينكم حضانة الابناء اذا كان في ممتلكات او اشياء يستغلها ضدك او يضغط عليك فيها نفقة مثلا اعطني اللي عطيتك اياه او مثلا راح ظل اتكلم بين الناس لحد ما حصل منك يا برج الحمل على ردة فعل لحد ما تشيل عني البلوك وتكون مستعد انك تسمع مني هذي خطوة القادمة راح يتصرف شوي بطريقة طفولية غير ناضجة او تسعد الاخصان هاي انت اشوفك انت اللي كأنما ما راح تكون مستعد انه تسمع منه او حتى تثق فيه هو راح يحاول عندك اذا استراتيجية اول شي راح يبتدي باستراتيجية اللين استراتيجية انه يحاول يفتح معك باب يبتدي معك صفحة جديدة لكن اذا ما صار ترى راح يغير السلوب هذا الشخص ملكة الارض لكن احس انه في النهاية ما راح يقدر يضغط عليك لانه وجود عندك تسع الاخصان كرس قوي كرس يمثل الصمود الثبات انه انت ما تقدر تتخطاني فبعدين راح يرد يرجع يحاول اراضيك هنا مو يراضيك بالكلام هنا اشوف كلام بطاقة كلام هنا يراضيك عندنا ملكة الارض بطاقة الهدايا الاهتمام يتصرف مثل ما انت بي يحصل على موافقتك قبل ما يسوي اي شي يبي يثير اعجابك يبي يرويك ان انت انا حين اعرف قدرك انا حين راح اهتم فيك الحين ما راح اسمح لي احد يغلط عليك راح اهتم فيك مثل ما تهتم ملكة الارض مثلا بالجواهر اغطيك اداريك اعرف وين احطك اعرف وين قدرك هذه خطوة القادمة المجموعة اللي بعدها عندنا مجموعة العزاب اول سؤال مواصفات الشخص القادم في طريقك ثمان السيوف هذا الشخص عنده مشكلة مع مجتمعه مع اسرته مع الثقافة اللي ولد فيها مثلا اسرته او مجتمع محافظين اهو متحرر او العكس اهو متحررين اهو محافظ يأتي من اسرة عنده معاه خلافات احتمال برج هوائي دلو ميزان جوزاء او حتى ارضي يبحث عن مستقبل افضل لنفسه طموح ولكن صادق ترى يعني مو قاعد مجرد يبحث عن التحرر يبحث عن شريك يفهمه وهو حين طالع من هاي البيئة اللي مو عاجبته وداخل في بيئة يريد ان يبحث فيها عن شخص يفهمه ما يحكم عليه مستعد ان يعمل معاه مو ضده عنده مشكلة ايضا احس هنا ثقة في الناس ما يقدر يثق في الناس عنده شك مو بعد نفسه عن الناس صاير مو اجتماعي مر بأشياء مو لانه هذي طبيعته متوجه نحو اللوفرز العاشقين احب المتع في الحياة اي شي في متع المغامرات السفر الاكل الوناسة الاستمتاع بشكل عام مهم جدا لهذا الشخص الحياة الذهبية الحياة الوردية الحياة اللي اغلب الناس يتمنونها اللي ما فيها تعب وايد مشقة وايد فيها استمتاع اكثر جمال يبحث عن الجمال فنصيح عليك برج الحمل حول هذا الشخص بما انه يبحث عن الحياة الذهبية لازم تكون انت ايضا مثله طموح شوية متحرر او خلي نقول تهتم بشكلك تهتم بشكلك وما يهمك رأي الناس لان اشوفه هني طالع من بيئة مفجر فيها الاعراف والعادات والتقالي مو مهتمة براي الناس احتمال كبير خلي نشوف السؤال اللي بعده وظيفته وشكله عندنا القوة في شيء خص الجرأة في وظيفته لانه وراه كرت الشيطان كرت برج الجدي طلعت عندنا طاقة ترابية هني وايضا عندنا برج الجوزة وعشر الاخصان في شيء الاخرين يعتبرون عيب او حرام او هذا الشخص مشغول جدا في عمله علي الكثير من الطلب ولكن مجال عمله شوي رمادي لا ابيض ولا اسود يعني في شبهة مثلا هو يعمل في بنك ولكن البنك رابوي معاملات غير اسلامية مثلا يعمل في مطعم او يدير مطعم ولكنهم يقدمون الكحول او في فتيات يرقصون او يعمل في فندق مثلا في الفندق هذا يقدمون الكحول في شيء هنا يخص الشيطان خص انه ما عنده مشكلة لانه متحرر شوي ما عنده مشكلة من اجل الاموال انه يتحمل نوع من شوي اثام حتى لو هو نفسه اللي كان مسؤول مثلا عن تقديم المشروبات الكحولية ولكنه موجود في هاي البيئة هذه بيئة بيئة محاطة بالكثير من الاغراءات الفتيات والمشروبات الكحولية يمكن انه يعمل او يشتغل او هاجر الى دولة اوروبية جدا منفتحة فصار معجب ومستانس بهاي البيئة خرج من البيئة القديمة دخل بهاي البيئة انزل اخر سؤال كيف تتصرف معه طبعا اذا انت شخص هاي طاقة اذا انت شخص متدين رح يكون فيه كونفلكت او صراع نزاع بينك وبينك لانه هنا ما احس انه عند طاقة توجه الى التدين مرة اخرى مواصفات الشكلية جذاب عنده كاريزما اكثر من موان جمال نفسه جميل ولكن الكاريزما جذاب يلفت الانتباه ويحب الانتباه ايضا يحب انه يلفت انتباه الاخرين ويشوف انهما معجبين فيه خلنا نشوف كيف تتصرف معاه هذا الكارت ما لا اسم ولكن وقفتهم تنثل وقفة العاشقين وهنا عندنا سبعة طيور فوقهم فكأنما احس رقم سبعة دائما يعني الانتظار مع هذا الشخص لازم خاصة اذا كان من برج هوائي لازم جدا تطول بالك الابراج الهوائية صعب والجدي بعد عنده نهني والاسد عنده نهني بعد في ابراج صعب انك تتحكم فيهم وتقنعهم حتى لو كنت انت تشوف صح محتاج الكثير من تطويل البال والحب والبارض الطويل مع هذا الشخص عشان تأتي جهودك بثمارها خمسة السيوف لا توقف لعلى الحبة او لا تحاول تغيرها بشكل مباشر تيدي دايركت على طول يصير بينكم صدام لا هذا التصرف غير منصوح فيه من قبل التارم لان تشوف عندنا البرج كأنما يقول لك هذا الكرت عند هذا الشخص ان هذا الشخص رح ينضج يدين او يتحرر او السلوك اللي تشوفه منه ومعاجبك هذا الشخص رح يتغير في وقته الخاص ما رح ينضج لانه انطلق منه ينضج ما رح يتغير لانه انطلق منه يتغير ما رح يرجع حتى الى الوطن وقت اللي انت تطلب منه رح يظل كأنه وحس انه رح يظل على طريقة مع تغييرات بسيطة في الطريق فلتحاول البرج رح يقع لان الوقوع يكون بسبب تدخل الالهي او بسبب ظروف خلينا نقول خارج عن سيطرتك يا برج الحامل فلتحاول تسيطر على هذا الشخص تمسك البرج انه ما يطيح البرج رح يطيح في كل الحالتين فخليه يطيح وانت على الاقل عندك حليف او عندك على الاقل ما تتعب نفسك انه تتحكم بالامور احس انه هنا لحظة خروج الامر عن يدك توجه هذا الشخص مو بيدك مثلا لو اهو كان هنا مثلا ما يصلي تقدر تحاول معه ولكن محاولاتك خله تنبع من الحب مو من النصح والشدة والتخويف لا طاقة العكس طاقة التفاهم الهدوء لما يشوفك شخص تصلي مثلا امامه خمس مرات طول اليوم وتصوم تقوم بالتعليمات تقوم بتعليمات دينك مهما كان دينك اهو انت تقيده عن طريق القدوة عن طريق ان انت مثال يحتذا به هذه الطاقة اللي لازم تاخذها معاك اوكي اخر مجموعة المرتبطين اول سؤال لكم كيف يراك الشريك يراك عندنا الغصن الاول ايس اف فاير ان انت مستقل مستقل شجاع ام اذا بغيت شي تروح تحققه ما عليك من احد شجاع فوق كل شي شجاع تحقق الامور وفي نفس الوقت متعاون مع الاخرين متصالح مع الاخرين ام تحب عندك رحمة مع الناس انتين ما تفكر بانانية تفكر بعناد بس مو بانانية اربع الخماسيات شركة يقول لي هني حتى لو كان برج الحمل ما يملك الكثير من الاموال ولكنك كريم بعطاءه كريم بعطاءه عطاءه في جهوده في وقته ايضا هني كأنه قاعد يقول لي برج الحمل لاحظت في الفترة الاخيرة صار ما يثق بالاخرين بسرعة يحذر منهم دائما يكون على وجل انه لاحد يأتي في حياتي يدخل ويكركبها هذا مو شي سلب ترى انت هني تمثلك انما خط حماية انا هاي الكرت هني صاير خط حماية لشراكتك السؤال اللي بعده ما هي نقاط قوتك في العلاقة ثلاث الاكواب انت شريك داعم وناصح ومحب ونيتك دائما افعالك دائما حتى لو شريكك ما يتفق معاك فيها ولكن تأتي بنية صافية تحب الناس وناصحبونك اجتماعي هذي من نقاط قوتك ان انت بسرعة تنحب النجمة متفرد مو متوفر مو الشخص الي امر عليك وايد منه ومتوفر لا متميز متفرد طاقة الجوهرة طاقة النجمة طاقة برج الدلو تميز او خلا نقول هني تعرف اشلون تكون قدوة لهذا الشخص في مناطق معينة عندنا هني كارت برج الشيطان الايغو طلع ايضا هاي الكارتين كان او هاذا الكارت بس طلعوا في قراءة العزاب معناته في طاقة مشتركة خلال هذا الشهر برج الحمل من نقاط قوتك مع هذا الشرك لما اهوي يكون مشوش لما اهوي يكون عرضه للابتزاز عرضه ان احد يدخل ابيكم يدخل بينكم ان اهوي يسوي شيء غلط ويدفع ثمنه انت توضح له طريقة دائما النجمة هم اللي ياخذونها البحارة ويستدلون بها على طريقهم في البحر في عرض البحر انت هنا تبين للطريق ترشده الصوت اللي داخل اذنه ترشده الى الصواب لما يكون ضايعه لما تتشابه عليه الامور تتشابه عليه الاشخاص اخر سؤال كيف التوافق بينكم لشهر ثمانية شهر غصص سبعة الاكواب هنا امتداد لهاي الطاقة ان انت المرشد وهو اللي شوي تشتت او على وشك انه يغلط شريكك خاصة اذا قام الابراج المائية حوت عقرب سرطان شريكك اوه اللي شوي مشوش اوه فيه تغير قاعد يصير في حياتكم انتو الاثنين قاعدين تدخلون في مرحلة جديدة اوه عنده تخوف اوه ما عنده ثقة لان هالمرحلة تشوفها جديدة رح تنفتح امامكم اوه اللي عنده خوف انت بالعكس متشجع ومستانس ومتحمس ملكة الاكواب اوكي والاجتماع هذا الشهر رح يجمعكم او يقوي علاقتكم مع بعض رح تكونون اقرب او على الاقل حتى الانسجام بينكم اكثر التفاهم بينكم اكثر طاقة الماء مع كرت برج الجوزاء وهم العاشقين رح تكونون مو شرط فقط عاشقين ولكن جدا منسجمين منسجمين نعنى مثلا اذا انتو زواجكم وضع عليه خمسة نوات لان عندنا هذا الكرت هنا رقم خمسة رح يكون في انسجام جميل انسجام جميل وكأنه ما احس اما انت او شركك يعتمد على الجنس هنا رح يكون في استعداد اكثر للمرحلة القادمة كأنه هنا محاولة للحمل او متحمسين ان رح يكون في حمل في العائلة وفي واحد متخوف اتوقع هو شركك اللي متخوف وانت اللي مستعد وقعد بالعكس تدفع هذا الخط او هذا الحلم عشان يتحقق اوكي عزيزي برج الحمل